حالة من الخوف والهلع والقلق بين كل الجزائريين والذين قاموا بمقاطعة مياه الحنفية وتهافت على اقتناء المياه المعدنية بعد تفشي وباء الكوليرا في ست ولاية من الوطن تفاصيل معه داب القاسم رغم تطمينات وزارة الموارد المائية التي مفادها بأن مياه الحنفية سليمة وصالحة للشرب إلا أن المتجولة في المراكز والفضاءات التجارية يصطدم بحالة الهلع التي جسدت من خلال الإقبال غير المسبوق على المياه المعدنية التي أصبحت عملة نادرة بل وتباع بعيدا عن الأضواء المياه الحنفية مياه صالحة للشرب المياه الحنفية الموزعة من طرف شركة سيال في ولاية الجزائر وولاية بازر صالحة للشرب لأن هناك تحليل يومية تقوم بها شركة سيال أتخافيخ المخابر تحا المابون راهو ناقص المعان والله كالمواطن راهو يدي ولي يدي فارد ويدي زوج يدي ثلاثة أربعة أصدمة الكبيرة والهلع لذين أصاب جزائريين جراء إعلان عودة ويدي فاردو وباء الكوليرا جعلهم يتخذون إجراءات احتياطية من تلقاء أنفسهم أهمها مقاطعة مياه الحنفيات عملا بقاعدة الوقاية خير من العلاج لقد ستجد أنهم يتخذون ويديون الضبع لأنهم تقومون بها بانهم بأنهم يقرون بها بأنهم يكون يكسل ويسيرون العلاج لأنهم يتخذون لأنهم يتخذون أصدقться بأنهم يتخذون بأنهم يتخذون أقول لأنهم يتخذون أحمد مقاطعة مياه الحنفية جعلت بعض السماسرة يستثمرون في الوضع عبر احتكار المياه المعدنية وبيعها بأسعار مضاعفة اشتركوا في القناة